مساء الخير زمان وإحنا صغيرين كنا بنلعب مع بعض لعبة سيب ونسيب حد ياخد مننا شنطة الكتب فناخد منه الكرة بتاعته ولو ما جبتش حكتي مش هتاخد حكتك وبعد ما كل واحد يرجع اللي معاه ونتصالح كان دايماً في حد بيخضر وبيرجع في كلامه في ناس لحد النهاردة وهم كبار بيلعبوا نفس اللعبة معنا زي سارة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي جوزها كل شوية يلعبها لعبة غريبة جداً لما تروح للمأزون أو ترفع عليه قضية الطلاق يرجع يا عيط ويقول لا سامحيني مش هعمل كده تاني ويجيب ناس تضمانه وبعد ما تسامحه ينسى وعوده ويرجع تاني زي ما كان إيه اللعبة بقى اللي جوز سارة بيلعبها معاها تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف سارة بعدها تقول لنا إيه اسمي سارة وعندي 37 سنة اتجوزت وأنا عندي 16 سنة اتطلقت وأنا عندي 20 اتطلقت عشان جوزي الأولاني ما كانش بيخلف كل واحد رح لحاله ما عداش وقت قليل واتجوزت تاني لإني كنت لسه صغيرة وجميلة واللي اتجوزني المرة دي كان ابن خالتي كان شخص هادي وطيب ومتدين وحسيت إن ربنا عوضني به عن تجربتي اللي فاتت لكن للأسف طلع أصعب أول 3 سنين جواز كنا كويسين مع بعض صحيح كان في بعض المشاكل بس كانت حاجات بسيطة بتحصل في كل بيت والدنيا كانت ماشية كويس لحد ما تغير وبقى واحد تاني من أول ما جاب لابتوب والنات دخل البيت وعينه فتحت على حاجات ما كانش يعرفها وابتدى يتعرف على ناس تانية وقتها بدأ يبعد عني بالتدريج بدأت المشاكل تزيد بنا والأهل تتدخل في الأول كنت بسيب البيت شوية واعود شوية بعدها بقيت تقريبا مش قاعدة في البيت من كتر المشاكل وتدخل الكل في حياتي واللي زود المشاكل أكتر إن جوزي كان شغال محاسب في قرية سياحية كان بيسافر يشتغل هناك وبينزل أجازة أسبوع كل شهر أو اتنين حسب ظروف الشغل لحد ما سابني خالص وبقيت عايشة من غيره والمشاكل مستمرة بس مش عارفة أخذ موقف واسيبه بحكم إني كنت خلفت منه ولد وبنت ووالدتي كانت خالته وياما حاولت تدخل وتحل كأنها أمه مش حماته بس ما حدش كان بيسمع لها وأهله كانوا في صفه في كل تصرفاته الغلط وعايزين يجيبوا الغلط علي وخلاص ورغم أسلوبهم وطريقتهم اللي ما راعتش صلة الرحم كانت أمي دايماً بتحاول تطيب خطري وتهديني وتقولي استهدي بالله ما تطوعيش شطانك وتخريبي بيتك اللي يصبر ويتحمل عشان بيته وعياله ده مش ضعيف بالعكس ده إنسان بيعرف ربنا وبيتعامل بالحسنة وأنا أسمع كلامها مع إني شايفة في عينيها نظرة قهر وحصرة بسبب تصرفاتهم معي لحد ما اكتشفت من حوالي 8 سنين إنهم متجوز علي من واحدة أكبر منه تعالوا نوقف هنا شوية طب عرفتي إزاي أصار وعملتي إيه ساعتها تعالوا نسمع كانت زملته في الشغل يا سالي عرفت الخبر من الناس برة مش منه لإنه وقتها كان عملي بلوكات على كل حاجة اتصالات واتسعب وفيسبوك وكله كان سايبني كمان من غير مصاريف أنا وعياله في الفترة دي أنا كنت حامل في البنت الثالثة وقاعدة عند بابا وهو اللي بيصرف علي أنا وولادي ومجرد معرفت طلبت الطلاق وهو رفض والكل قاعد يقول لي تحملي يا سار بكرة يرجع لبيته استحملي عشان ولادك تحملي عشان ما ينفعش تطلقيل تاني مرة واللي صعب الموضوع أكتر إن بنتي تابت وجالها كانسر وكانت بتتعالج في مستشفى سرطان الأطفال طلخمت وقتها في مرض البنت وإنتوا أكيد عارفين قد إيه رحلة العلاق بيكون صعبة ومتعبة رغم صعوبة اللي بتلق جوزي ما وقفش جنبي ولا وقف جنبي بنته في مرضها كان شايل إيده من كل حاجة خاصة مصاريف ولاده وتربيتهم لما البنت دخلت في مرحلة المتابعة وربنا شفاها رجعت تاني أطلب الطلاق المرضي شلت عزالي كله رحت أنا وهو عند المازون وأهلي وأهله وكانوا موجودين كنت مصممة على الطلاق بريتهم من كل حاجة قلت لهم مش عايزة منك حاجة بس سيبني قعد يا عاية قدامهم زي العاية الصغير وقال لديني فرصة تانية هتشوفي أنا هعمل معاك إيه أنا خلاص فقت ومعترف بغلطي وعايز أعواضكم عن كل اللي فات والكل قال ليه خلاص يا سارة ارجعي جوزك عارف إمتك وعايز يتغير قلت طيب واسمع كلامهم وأجل خطوة الطلاق واشوف هيحصل إيه بعدها بفترة بسيطة مراته التانية خلعته وكرهت العيشة معاه مع إنها خلفت منه ولد قلت خلاص أكيد هيعرف إن الله حق وهيرجع لبيته قررت أدي له فرصة تانية لحد ما اكتشفت إنه ما فيش فايدة ورجع تاني أسوأ من الأول بقى يغيب عن البيت بالأيام معرفش عنه حاجة ويسيبني أنا والولاد من غير ولا مليم وفضلت على الحال ده أكتر من سبع سنين ممتي توفت خلالهم حسيت بوحدة غير طبعية بعد ما راحت اللي كانت مهونة عليها كل حاجة اللي قهرني إنها ماتت حزينة من غير ما تطمن علي كان نفسها تشوفني مبسوطة وقاعدة في بيتي زي باقي البشر وجوزي مرعاش إنها خلته وفي معام أمه وتعبت منه أكتر مني عشان كده طلبت الطلق تاني والمرأة دي كان عن طريق المحكمة وبرضو ناس كتير اتدخلوا بينا وقالوا لي نفس الكلام بتاع كل مر تحملي عشان العيال أه بكرة يتغير ورجعت تاني وتنزلت وبعد شهر من الرجوع رجع أسوأ من الأول فقررت أرفع قضية من أول وجديد ووكلت المراضي محامية كبيرة وفعلا جابت لي أغلب حقوقي وأغلب الأواضي كسبتها والكل تحيل علي أني أرجع ناس كبيرة في البلد تدخلوا وقالوا لي هنجيب لك كل الضمانات بعد محاولات كتير منهم وفقت إني أروح أعيش معاه وبرضو مفيش حاجة بتتغير ده غير إني اكتشفت إنه شخص نرجسي جدا وقانيني فوق الوصف كل اللي فارق معاه إنه ما يتسبش مش بينفز أي اتفاقات ووعود والأصعب إني اكتشفت بعد ما رجعت له إنه أتجوز علي أكتر من مرة مش واحدة بس منهم اللي رسمي ومنهم اللي عورفي وأنا دلوقتي معاه بس أعيش حياته ولا كإني على زمته وبرضو نفس الإهمال ونفس المعاملة وللأسف أهله مشجعينه ودايماً شايفينه مش غلطان قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة سارة رسالة تحير سارة كل شوية الراجل بحل لما هي تسيب هو يرجع لما هو يرجع يتسيب طب وبعدين سارة مفروض تعمل إيه دلوقتي تفتكروا ممكن جزها يتغير يرجع لبيته وولاده ويمشي بما يرضي الله ولا ما فيش أمر أنه يتغير طب لو مش يتغير سارة مفروض تعمل إيه تسيبه عيوه عيوه الثاني تفتكره هي قد القرار ده هي عايزة أصلاً القرار ده طب هتقدر تشير مسئولية العائل لوحدها أسئلة كتير قوي في قصة سارة